أدانت دولة الإمارات بشدة محاولة اغتيال رئيس بعثة جمهورية فاكستان الإسلامية في العاصمة الأفغانية كابول مشددة على ضرورة حماية البعثات والمباني الدبلوماسية حسب العراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية